تتابع وزارة الخارجية عن طريق القنصلية العامة لمصر في ميلانو بإيطاليا ملابسات حادث العثور على رثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلوفينا بإيطاليا حيث قامت القنصلية المصرية في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية والتي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير الجاري هذا وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة كما قام القطاع القنصلية بوزارة الخارجية بالتواصل الثوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم الموساوى التعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم وجاري متابعة الموضوع للوقوف على ملبسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفى إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة